مرحبا انا سوما و اهلا وسهلا فيكم باللايف سايل تبعي اليوم راح نعمل مشميلو سوپ بريحة الابل بايل يريحة هيكي مثل التفاح والسينامون هيدول المقادير بدنا صابون جليسرين ابيض القاعدة بدنا حمام جل عادي من اللون ورائحة تنيناتهم ما في رائحة وما في لون وزيت عطري وفانيلا كالور سيبلايزر دوابط الصابون بالمايكرو ويف اخرت تقريبا دقيقتين بس كل 30 ثانية بحرك كلما ينحرق الصابع صابون زيت عليه الشاور جيل من غير رائحة بعيد ومن غير اللون وزيت هلا الزيت العطري لانه فيه فانيليين فطبعا بدنا الفانيلا كالور سيبلايزر راح لونه لونين فاخدت شوي تركتو بالاخر هلا زيت مايكا وإيجان الناس اللي بتسأل شو هي مايكا هي الوان باودر للصابون ولكل قصص يعني التجميلية بتضرب الكهربائي عم بتضربو بدكن البولي يكون كبير لانه متل ما شفتو الحجم صار تقريبا الدبل هلا الشقفة الثانية زدت لون اخضر شوي اغمأ ورجعت كمانا ضربته هوي كمانا ومتل ما عم بتشوفو صار متل الكريم وكمانا دبل دو فوليوم هلا بس عم بسكب هون راندم لي يعني بأي طريقة بدكني اياها بس احسن شي مش هيدا السيليكون مولد لانه ما قدر تشيل منه الصابون الا بطلوع اروح بسيليكون مولد اكبر هلا راح فرجيكم ايا واحد وكنت عم براشرش بس فوقيها ملح هيكي ملح خاشن صابعتو بالمايكا متل ما عم بتشوفو هيدا السيليكون مولد اكتير رائع اذا تصلب معاكن الصابون ما تخافو ارجعو دربوه مرة تانية ورجعو دربوه بالخلات الكهرائية لانه طبعا راح يجمدو انتو عم تشتغلو منو ولا فيه هيدا متل ما قلت قبل هيدا ملح هيكي خاشن صابعتو انا بالمايكا وصار متل هادول سبرينكلز صابعوه للسكار ما نستخدم السكار فينا نستخدم الملح تركتو لجمة الصابون تقريبا 24 ساعة وزنو كتير خافيف وكتير فلافي وفعليا بيشبه الماشميلوز هلا بالسباتولاحات دا عم باطعم ولا بقطعة الصابون يلي هني راح قطعوه على شكل كيوبز متل ما شكل الماشميلو الحقيقيين متل ما عم بتشوفو هيدول درجتين الاخضر اللي انا استخدمتون اي لون عندكن بيمشي حارو بس بدو يكون لون للصابون مش الالوان الغدائية ابدا ما فينا ما عندكن الوان اتركوه ابيض هيدا هو شكلو الباكاجين يعني ما انو بروفيشنال لانو ما ببيع انا الغرض تباين متل ما عم بتشوفو هيك بس باكاجين بري سيمبل لانو السابون انا بهدية الاصحابي ولا رفقاتي ولا العيلة فيا رب يكون عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للصفحة وتشيروا الفيديو امونج فرينز ان فاميلي باي باي